السلام عليكم وبركاته. اهلا بكم ابنائي وابناتي طلبات وطلبات والصف الثاني انت السانوي ان شاء الله نبدأ معكم النهاردة حل نمازج او المراجعة النهائية اللي احنا قلنا عليها عايزين نحلها مع بعض وبالتفصيل بازن الله وقدر امكان عشان وقت الفيديو برضو يعني الحاجة اللي مش مستهلة اوي يعني نشتغلها كده مع بعض ان شاء الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اللي مشاركش في قناتنا يشترك نضغط على الجرس نختارك كل عشان يوصل لنا كل جديد اولا دي كيمية تانية سنة كيمياء تانية سنة عايزين نحل رقم واحد مع عدد الربطلات في المستوى ان بيساوي ثلاثة ان بيساوي ثلاثة يعني ايه يعني انا عندي ان واحد فيها اس ان اتنين فيها اس وبي يبقى ده واحد ده اتنين ده تلاتة لو عاوزه اس وبي ودي نعد ده كم اربطل بقى هنا في اربطل واحد في هنا اربطل واحد في هنا اربطل واحد في هنا تلاتة اربطل دي زيها تلاتة اربطل يبقى هنا الاجمال تلاتة وهنا ايه تلاتة طيب دي خمسة فيها خمسة ايه اربطل نعد بقى مع بعض اتنين تلاتة اربعة خمس واحد اتنين تلاتة اربعة خمس يبقى هنا ايه خمس خلاص يبقى الوقت هنا هوت انا عندي فيه كم اربطل الاس في واحد خلاص البي فيه تلاتة شوفونا هكتب قبل بقى الوقت الاس في واحد البي فيه تلاتة الدي فيه خمس يبقى واحد وثلاتة اربعة وخمسة كام تسعة ازا الاجابة عندي هتبقى دال طبعا مش هنهدي المكرر احنا بناخد كم اربطل فيه المستوى التالت اهو المستوى التالت اهو ده اللي احنا عايزين نهده نهدي كده تاني هنا واحد هنا تلاتة هنا كام خمسة جمع المصدر واحد وثلاتة اربعة وخمسة ايه التسعة يبقى انا افكر بطريقة سهلة وجميل ده السؤال الاولان السؤال التاني لماذا لماذا لا توجد قيم للسالبية الكهربية لعناصر التي اعدادها الزرية عارفين عدد زر اتنين وعشرة وثمانتاشر ده عناصر خاملة عناصر خاملة اذا ليس فيها سالبية كهربية الاجابة النموذجية في رغم اتنين لان مستوى الاخير مستقر يعني ايه مستقر اتنين تمانية تمانية بالتوزيع القديم اذا مستقر اتنين تمانية مستقر اتنين ما فيهاش الى اتنين الالكترون ومستقر اللي هو السياق يبقى الوقت اي واحدة فيهم انقول اجابة لان تركيبها الالكتروني مستقر نيجي رقم 3 رقم 3 اي من الانتقالات الاتية لالالكترون زر الهيدروجين تكون مصحوبة بانطلاق اكبر قدر من الطاقة كلما اقتربنا من النواة اغلطني السؤال كلما اقتربنا من النواة طب ايه يا لما نقترب من النواة لما نقترب من النواة هنقول مقدار الطاقة هيبقى عالي خلاص صحيح كلما بنبقى تكله ما المسافة بتقل ولكن مقدار الطاقة ايه بيزيد ازا انا عندي الاجابة هتكون ايه هنا رقم تلاتة من اتنين لايه لوحد من اتنين الى واحد يبقى اجابة تلاتة هتبقى ايه اه جي من ليه سي يعني بالانجلش سي خلاص يبقى دي كده بالنسبة للتلاتة ايه اسأل طيب نيجي السؤال الرابط ما واجه التشابه بين زرة الفلس ام سؤال زي ده يعني ظاهره اللي هو صعب ولكن سهل ايه التشابه ما بين الام كزرة والتشابه ما بين الايون اللي فقط تلاتة نجيبها بالعربي كده الامونيوم زرة تلاتتاشر وزع كده اتنين تمانية تلاتة طيب هنا انت ملاحظين زرة الامونيوم فيها موجب تلاتتاشر جو بروتو طيب الايون الايون ده هيفقد التلاتة اهه يبقى الوقت هنا نهايته كام اتنين تماني هل الشحنة بتاعت النواة تغيرت لا طبعا ظلت كما هي ولكن التغير في الالكترونات في الالكترونات انا قلت لكم هنوضح هنوضح حاجات كتيرة ان شاء الله بس عايزين مشاهدات اكتر من كده لان ما يصحش المشاهدات اللي جات على الفيديوهات كده هتخلينا ما نكملش يعني اشوف سنة من السنوات اللي فيها شغل اللي فيها معلش هتقول هي مصلحتك مصدر لا معلش كلنا نساعد بعض كلنا ندعم بعض مش محتاجين خلاص نشوف اه مرحلة تانية من مرحل يبقى هنا كده خلصنا رقم اربعة واني اجبتها ايه جيم تعالوا رقم خمسة خمسة بيقول لي ايه اي من التركيب الاتية اي من التركيب الاتية ازبط بس الكاميرا بعد ازنكم تمامي بيقول لي اي من التركيب الالكترونية الاتية يكون فيها الالكترونين مفرادين يطرى انه هو اللي ممكن يبقى فيه الالكترونين مفردين اولا ايه احكاية الالكترونين مفردين اولا لو بصنا كده او بالراحة ده B وده B وده S اولا ده ما فيش الالكترونات مفردة هنا ما فيش الالكترونات مفردة يبقى استبد ايه هو بيه نفكر ازاي مع بعض يبقى كده رقم خمسة رقم خمسة احنا قلنا ده آآ نصف وممتلأ اذا ما فيش الالكترون مفرد ما فيش اتنين الالكترون مفردين خلاص هنا تعتبر مكتملة خلاص ما فيش حالة مفردة يعني هنا الخمسة خلاص في واحد بس ايه مفرد نفسر هذا الكلام انا عندي البي بصوا كلها خمسة الالكترون واحد مفرد المهم اللي جابه هنا عشان الوقت هتبقى سي وليه سي مصدر لان البي فيها اربع الالكترونات بس وطبعا واحد بس المزدوج والاثنين ايه فرادة حسب قاعدة ايه هند يبقى الوقتي هنا الاثنين فاق الالكترون المفردين يبقى ده رقم ايه خمسة نيجي ده رقم بتقول ايه من العناصر الاتية تنطلق من زراته اكبر قدرة من الطاقة عندما تكتسب الالكترونا في الحالة الغازية دي معناها الميل الالكتروني نعرفين ميل الالكتروني بيزداد في هذا الاتجاه وبيقل في هذا الاتجاه لها مصدر يبقى ده اسمه ميل الالكتروني والميل الالكتروني خلاص ده عبارة عن طاقة زي ما احنا قلنا خلاص غير جهد التأيون خلق ميل الالكتروني بيزداد في هذا الاتجاه ويقل في المجموع طيب يا مصدر هو عطيني ايه عطيني كربون واكسجين كربون ستة وده تمانية يبقى كربون واكسجين الاتنين في نفس الدورة اه ليه الدورة التانية تمام طيب عندي هنا هوت اه الاكسجين تمانية تمانية ستاشر يبقى هناك كبريته هنا تحته وهنا السيليكون ايه تحته طيب عايز تقول ايه مصدر برضو اولا هنا بتقل يعني ايه بيقل يعني المفروض المفروض اللي عنده طاقة اكتر يعني مسلا ان هنا بالنسبة للكربون ويه بالنسبة ليه الاكسجين لو بصنا كويس انا عندي الكبريت تعتبر اكبر طاقة يعني بيقول لي بيقل ولكن في حالتين اه فيهم خصوصية يعني ايه خصوصية يعني ايه خصوصية يعني 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 الكبريت الكبريت بالرغم من احنا بنقول يقل يعني المفروض فعلا الاس هنا تبقى اقل من الاكسجين خلاص والاكسجين المفروض اكبر من الكربون خلاص الكربون هنا مثلا الكربون لو احنا اتكلمنا هنا بيقل يعني ايه بيقل يعني السيليكون فعلا اقل من الكربون يعني الكربون اكبر منين من السيليكون عايز تقول ايه مصدر انا عايز اقول ان الإجابة تبقى S اللي هي الكابريت لأن S لها حالة خاصة زيها زي الفلور والكولور تركزوا كده تجعل الكتاب تاني فلور والكولور لهم حالة خاصة في الميل الإلكتروني وبعض الخواص والحجم الزر أيضا والكابريت نفس الكلام إذن أكثرها أكثرها ميل الإلكتروني المفروض ما يبقاش الكابريت مفروض هنا بيقل يعني الأكسجين أعلى من الكابريت لا فينا حالة خاصة بقولها تاني وتالت ورابع دي سمع حالة خاصة من حالات اللي احنا نسجلها عندنا في الكراسة أو في الكاشكول إذن ستة الإجابة تبقى إيه دائم اللي هي الكابريت S رقم سبعة أنا عندي المعادلات ديت أنا كنت قلت لكم في قاعدة هنا لأن في بعض ناس ما زالوا تلخططهم في عملية الأجسادة والاختزال طبعا في قاعدة بتقول أولا ما فيش ولاحدة من دي فيها عملية أجسادة والاختزال هنا الإجابة هتبقى سيحي بس عشان أختصر معاك وقول لكم الفكر أي تفاعلات إحلال مزدوج بتاع تلتأه دا دي لو فاكرين همش فاكرين هنفكر نفسان إيه هو إحلال مزدوج فيها أنا عندي حمضة مع قلوي هدي معادل عندي حمضة مع ملح هدي معادل التاني عندي ملح مع ملح هما دول تلاتة خلاص بس تلاتة من الحاجات المهمة اللي احنا نسميها إيه إحلال مزدوج وداية لا يحدث فيها أجسادة ولا اختزال لا يحدث فيها أجسادة او اختزال إذن الإجابة هتبقى إيه حرف سي عشان الوقت بس تعال بقى رقم مزدوج فيها أجسادة رقم تمانية كده سرعة رقم تمانية أي من الاختيارات تتعارض مع مبدأ البناء التصعودي عارفين مبدأ البناء التصعودي ايه هو تملأ او تملأ الوقت تلات خلاص ذات الطاقة الأقل أولا يعني المفروض تملأ تملأ مش يبقى فا فرد في الأول خد بالكو ده مبدأ دي براولي يتعارض معه ولكن هو دي بلا هنا ايه مبدأ البناء التصعودي بس إذن هنا التمانية هتبقى حرف ايه سي تسعة جايب لك واحدة بنت خلطها توقمها اللي كنت لسا بتكلم عن باولي للوقتي يبقى قاعدة باولي لها تنطبق على بي اللي فيها اتنين إلكترون لهم نفس الاتجاه يبقى في تسعة هتبقى حرف ايه بي حاجات المش مستهلة كلام كتير وسرعة عشان الوقت رقم عشرة عشرة تتشابه نظائر العنصر الواحد في العدد الزري وتختلف في العدد قتل ده كلام جميل ده النظائر صح تختلف هذه الحقيقة مع مسلمات النظرية الزرية للعالم طبعا تومسون يبقى عشرة هتبقى داد عشرة تبقى ايه داد خدوا بالكم الالفاظ اللي هي تتعارض او تتفق عشان ما نتلحبش نيجي للسؤال رقم حداشر رقم حداشر بيقول لي رقم حداشر تاريخ تاريخ اسبات وجود النواة تاريخ اسبات وجود النواة حداشر تاريخ استعجل شوية برضو عشان في الناس الفيديو طويل يا مستر معنا ان شاء الله يسامحهم بقى حداشر تاريخ اسبات وجود نواة بزرة العنصر يعود الى ما بعد العالم طبعا ايه تومسون برضو الى ما بعد الى ما بعد العالم تومسون رقم اتناشر اي من الاختيارات المقابلة تعبر عن مجموعة عدد كم غير محتملة للالكترون غير محتملة يعني ايه يعني بمجرد الشبه كده لو انا قلت بصوا كده الدي هي الاجابة دي بس هزين نعرف ازاي بصوا رؤلات هنا عندي الان بتساوي ايه خمس كلام جميل تبقى الال الال اللي هنا عمل هالي اتنين يعني ايه اتنين انت عارفين الواحد يعني بيه اتنين يعني دي هالي الدي فيها مجب تلاتة لا يبقى دية الاجابة الصح رقم تلاتاشر رقم تلاتاشر انصر كلور يكون اربعة احماض اكسوجينية قوية اه اكسوجينية عادية خلاص ولكن في الاخر يبدأ يقول لي حكاية الايه قوية او الضعيف طيب نعمل الايه رقم تلاتاشر بيقل لي بقى كده عايز مع عدد تأكسر كلور في اقوى زي الاحماض ما هي اقوى هزي الاحماض انا عند الاحماض اللي عند دي كلها الاقوى اللي هو الهايدرو او البايروكلوريك البايروكلوريك يا جماعة معمولة بالنص طيب نعرف ان هو قوى منين برضو ما بسرعة كده مش هتاخد وقت خلاص نعرف ان هو قوى ولا ضعيف منين رقم تلاتاشر قلنا نعرف حمضة بايروكلوريك قوي ازاي بنراحة اختبار بسيط ان كلور هنا زي ما خدنا اختبار الحامضية لو الاحماض الاكسوجينية انا عندي كلور هنا اتش واحدة هتاخد ايه اكسوجين ما تبقى كم من الاربعة تلات يبا انا عندي هنا كم زرة اكسوجين حرة تلاتة يبا دا اقوى هم طيب انا اول معلومة دي اقوى هل هو عايز اقوى هم لا عايز عدد تاكسود بتاع عدد تاكسود بنحسبها ببساطة شديدة جدا خلاص اتنين فاربعة بتمانية خلاص زائد كلور زي ما هو هنا زائد ايه واحد هنا الهايدروجين بالموجب والاكسوجين بالايه بالسال خلاص يعني بيساوي صفر ازا الكلور هيساوي كام تمانية هتخرج برة بالموجب والموجب واحد بالسالب يبقى موجب ايه سابعة ازا الاجابة هتبقى حرف ايه نيجي رقم اربعتاشر رقم اربعتاشر بيقول لي ما اعداد الكام ما اعداد الكام للالكترون السامن في زرة الاكسوجين الالكترون سامن في زرة الاكسوجين احنا عرفين الاكسوجين اتنين اه اه يعني البي انا عند الوضع كده فيه اربعة الكترون خلاص اهوت والايه التامن ايه بيحصل الزواء خلاص يبقى كده في الحالة ديه واحد اتنين ثلاثة الرابع اللي هو هنا عندنا يبقى معنى كده ان الكلام ده ينطبق على رقم واحد ليه رقم واحد يا مصدر لان في عندي عدد المستويات الطاقة اتنين خلاص ما هو ده اتنين وهنا اتنين وهنا اتنين تمام تاب الال هنا واحد الال هنا واحد تمام انت ما الال هنا واحد يا مصد تمام تعال نشوف الباق الام ال بسالب واحد عندككلام اه الال هنا زيرو هنا سالب وان هنا مقاب ايه وان يبقى دي تبع مين الحرف الاي يبقى انا عندي هنا ايه رقم اربعتاشر هتبقى ايه نيجي رقم همستاشر اي من مستويات الطاقة الآتية غير موجودة فعليا فين مستوى الطاقة اللي غير موجودة مفيش في المستوى الثالث اف. على طول كده مستر ا. يبقى عندي حرف دي. احنا قلنا الحاجة اللي مش مستاهلة كلام كتير. نحن قيلينها بصرحة. تعال كده رقم ستاشر. ستاشر. اي من الالكترونات التكافؤ اي من الالكترونات التكافؤ الاتية تتأثر باكبر شحنة فعالة نووية. بلعق شحنة نوية فعالة يعني بتأثر على الالكترونات. وتأثر على الالكترونات اي من هما يتأثر. ده المستوى الرابع. ده المستوى الرابع. ده المستوى الرابع برضو لاني بيبدأ فيه تلاتة دي. يبقى عندي هنا اتنين بي. يبقى عندي الاجابة تبقى ايه دي. بنيجي سبعتاشر. لانها تبقى قريبة من النواة فشحنة الفعال. النواة الالكترون له اعداد الكم المقابلة. في عندي اعداد كم واضحة. ما المستوى الفرعي الذي يقع في هذا الالكترون. طيب ما تجي نعملو كده مع بعض. رقم سبعتاشر. رقم سبعتاشر. طيب نعملها ازاي? يبقى انا عندي هنا سبعتاشر فكرتها او افكر فيها ازاي. انا عندي نحسبها كده والراحة بقول لي من المستوى الفرع الذي يقع فيها هذا الالكترون. اعداد تكمل اللي عندي الكلا. نفسرها كده مع بعض. اربعة ان يبقى اربعة. الالة بيسوا واحد يعني اربعة بي. تمام? يبقى الوقت هنا بدأنا يعني نفتح كلام. فين الاربعة بي هنا? غير ما نكمل بقى حاجة ايه. اربعة بي. يبقى عندي بيات حرف البي. طيب تعالوا تمنتاشر. ما زوج العناصر. ما زوج العناصر. تمنتاشر. ما زوج العناصر الذي يقع فيه دورة واحدة من دورات الجدول الدوري. طبعا هو هنا اعمل لي على اساس اوبن بوك او العادل الزري. المهم عشان وقت الفيديو هتلاقيه بيه. اللي هو الكلسم والايه والخرصين. اش مانع مستر دي تلاتين ودي ايه اشرين. اولا دي الان بتساوي اربعة. هنا هنا عند الان بتساوي ايه اربعة لو فتحت الكتاب. هتلاقي ده اخر عنصر في الانتقالية. في الانتقالية. وده هوات اتنين ايه. خلاص اتنين ايه. وعندي داسم ايه المجمع الرأسي. وانا عندي الدورة الرابعة. يبقى هنا الدورة الرابعة. هنا الدورة الرابعة. ده عنصر انتقالي. يعني هنتهي بتلاتة دي ايه. عشرة. المهم تمنتاشر هتبقى بيه. تعالوا بقى رقم تساعتاشر. بيقول لي اقصى اقصى. اقصى. قيمة لام اللي الالكترون في مستوى التقال الرابع. ما هو الشيء طبيعي. الرابع يعني هيبقى فيه الدي. الدي في خمسة. ثلاثة. اربعة خمسة. هنا زيرو. خلاص. انا عندي هنا فيه المستوى الرابع فيه اف. انا عندي الرابع اس وبي ودي واف. يبقى الاف انا عندي كام? ادي خمسة ستة سبعة. يبقى الاف كما ولاد. هنا زيرو. خلاص. هنا سالب واحد. سالب اثنين. سالب تلاتة. هنا موجب واحد. موجب اثنين. موجب تلاتة. هو ده الكلام. يبقى عايز عندي ايه الرقم تسعتاشر. هتبقى حرف ايه. نيجي رقم عشرين واخر سؤال. اعطي المقطع من الجدول. وبيقول لي اي من المناطق الموضحة بالشكل يمكن ان يتواجد علي عنصر لا يوصل الطيار الكهربي. ويتواجد في صورة جزيء طبيعي عناصر الايه الهالوجينات. يعني حرف سي. اه كتابة محلا. يبقى رقم عشرين هتبقى ايه? خلاص. يبقى ده كان اخر حاجة النهاردة. في الفيديو النهاردة بتاع الكيميا تانية سنوي. طبعا. الواطس في ناس حلوا فعلا. وبدأوا يبعثهم. وحكاية الانتظار زي ما قلنا ما فيش مشكلة. لاننا يعني في معظم الوقت يا اما تصوير يا اما زوم يا اما شغل ايه? مع بعض الناس كده ان شاء الله. يبقى الوقت هنا عندنا حلنا النموذج اللي انا بعتبره من اقوى نمازج الكيميا في تانية سنوي. هو سهل مش عشان كده بقوله صعب ولا حاجة. ولكن في افكار في مجموعة افكار كويس. آآ مصدر مصطفى رجب يحييكم مدينة الدنيات الجديدة. وقبل ما اخلص الفيديو انا عايز برضو ايه? عشان الناس اللي ما تمكنتش من ان تبص كويس جدا على الفيديو. من الاول اهو بسرعة واحد اتنين تلاتة اهو اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى كده لغية عشرة. نيجي حداشر. حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. اشوفكم على خير. مصدر مصطفى رجب يحييكم مدينة الدنيات الجديدة. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة